اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علم بداية سيدي يا رسول الله يا سيدي ولي الفخار بسيدي أنعم بجاهك يا عظيم الجاه إن لم يكن قدري هواك فإنني بئر معطلة بغير مياه اللهم صلي وسلم وزير وبارك عليه يا ربنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتنا ما زلنا نعيش في وصايا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا المحمدية الطاهرة وكما عوالناكم نسير في هذه السلسلة المباركة في الوصايا رحمة 90 من وصايا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنعيش دائما وأبدا مع هذا الكلام الطيب المبارك الكريم هذا الكلام الذي كله نور بل أنوار ولم لا وهو كلام الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أمر خطير في حديث أخرجه الإمام البخاري فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر فيكتب أربع كلمات أو أربع أمور رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد من هذا العنوان أقف عند اللقاءات الثلاثة هذا الحديث يأخذنا إلى اللقاءات الثلاثة واحد يقول لي يعني إيه اللقاءات الثلاثة يا مولانا اللقاءات الثلاثة الإنسان بيمر في هذه الدنيا بثلاث لقاءات اللقاء الأول اللقاء الدنيا تمام اللقاء الثاني لقاء الموت طب اللقاء الثالث لقاء الآخرة من هذا الحديث استطعنا أن نقف عند هذه اللقاء اللقاءات الثلاثة نعم أتدري لماذا لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا نزل إلى هذه الدنيا وقد كتب الله تبارك وتعالى الرزق وقد كتب الله الله تبارك وتعالى الأجل وقد كتب الله له تبارك وتعالى العمل وقد كتب الله له تبارك وتعالى رحلته أشقي هو أم سعيد هل يكون من السعداء في هذه الدنيا أم يكون من الأشقياء فالإنسان دائما وأبدا هو الذي يحدد من نفسه أتدري آه كيف معي في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان هذا نداء الربني يا أيها الإنسان لكل إنسان ما غرك بربك ها الكريم الذي خلقك خلي بلك وبأ فسواك الذي خلقك فسواك فعد لك في أي صورة ما شاء ركبك فربنا خلق الإنسان وصوره ونفخ فيهم الروح وأسجل له الملائكة سجود تحية وإكرام ثم بعد ذلك سخر له هذه يعني مملكة العطاء لله السماوات ومملكة العطاء لله الأرض ومملكة العطاء لله البحار والأنهار فربنا سخر كل هذا الكون في خدمة الإنسان فينبغي على الإنسان أن يسعى في دنياه لقاء الدنيا ربنا قدر لك تكون من أهل الدنيا كن صالحا وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وَلَتَنْسَ نَصِيبَكَ أَدْلِ مُعَدْلَهِ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وأحسن سيدنا سعى المسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قلوه أن كن مستجاب الدعوة قال له أطب مطعمك هتاكم مستجاب الدعوة بيعلمه زي ما نهجه يا غلام سيدنا بن عباس كنت خلف رسول الله صلى الله وعلى حضرته وقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله التاجد وتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله كل هذا يعلمنا ربنا تبارك وتعالى وفي الحديث الذي أخرجه الإمام بن ماجه مروات سيدنا معاذ بن جبل يتزل قدم عبد اليوم والكيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثنى وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه والله طيب لا يقبل إلا طيبة وربنا أمرنا بالرزق الحلال فأنت تكبر في هذه الدنيا قدر الله لك اللقاء والبقاء إلى أجل معلوم وإلى أجل محدود الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى به وحكم به ولذلك قال ربنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لأخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين هل بلاك من اللي جادي بقى ولي نؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وإحنا قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى اختصف خبص أمور إن الله عن دعوه المساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا اللي احنا بنقاتل بعض عليه قدر رزقه وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إلا إن الله عليهم الخبير وقال ربنا عن الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون إن روح القدس قد نفث في روع أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها إلى غير ذلك من الأكوال طيب ربنا يا مولانا في اللقاء الأول حدد هنا دلوقتي إننا هكون موجود في الدنيا طيب وظفتي إيه بقى وظفتك تستثمر أستثمر إيه يا مولانا استثمر وخليك بتاع تجارة برضو مش فاهم استثمر هذه الحياة في طاعة الله وفي طاعة سيدنا رسول الله في طاعة الله وفي طاعة سيدنا رسول الله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وأبلها بآية ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وربنا جعل طاعة الرسول من طاعة من يطع رسوله فقاد أطاع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليمه إلى غير ذلك من آيات الكرآن الكريم فأنت في اللقاء الأول لقاء الدنيا ربنا قدر لك وأصبحت يعني تسعى اسعى إلى الرزق وعلى الرزق واسعى في هذه الحياة وأنت مطمئن بأن الذي يرزق هو الله والذي بيده مقاليد كل شيء هو الله فالله سبحانه وتعالى ينزل بقدر خلي بالك ما تقولش ليه ربنا سبحانه وتعالى ما رزقنيش كتير كده لا ولو بسط الله رزق لعباده لا بغوا في الأرض لا تاني ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض ولكن شوفوا الدقة والإحكام ولكن ينزلوا بقدر ما يشاء ولكن سبحانه وتعالى واحد يقول لك يعني ما ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء نعم ويعني هو خزاء ربنا تنفد لا ما تنفدش ما عندكم ينفد وما عند الله باق وعقب القوة البشرية زي القوة الإلهية لا هذه محدودة وهذه غير محدودة هذه مطلقة وهذه مقيدة فلا يقاس المقيد على المطلق قولا وحدة طيب يا مولانا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعلنا طبقات فوق بعض في الدنيا برضو من عوزفهم هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات جعل ربنا تبارك وتعالى الإنسان في هذه الدنيا طبقات وجعل ربنا درجات في هذه الدنيا حتى يكتمل البنيان ازاي مولانا انت ما تيجي تبني بنيان مش بتحط طوبة فوق طوبة بترس كده ايوة طبعا يا مولانا عشان تبني القذار اه اعمله او بتصبه اه تمامي مولانا جذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة وجعل الإنسان في هذه الحياة كله له درجة كل واحد له دركته ما ينفعش يا إما يتطلب مني إن أنا اشتغل طبيب ومهندس ومزارع ونجار وحداد ومدرس وشيخ وكل المهنة ودعم رغم التوفر في إنسان كله الطبيب يحتاج إلى النجار والنجار يحتاج إلى الشيخ والشيخ يحتاج إلى الطبيب والطبيب يحتاج إلى المعلم والمعلم يحتاج إلى السباق كلنا بيكمل بعضنا هذا الاختلاف والتنوع اختلاف وتنوع ربنا يجعله حتى تستقيم الحياة الحياة تبقى مستقيمة الحياة تبقى مستقيمة وقال لي لو كل ربنا اغنى الناس كلهم طب ما حدش يشتغل حد يشتغل ما حدش يشتغل كله هنام وطبع ما اشتغل ليه ما انا عندي زي الانسان عنده مثلا رصيد مئة مليون في البنك ولكن انا هشتغل ليه ما هو موجود عندي اما خلصوا على سبيل المثال انما الانسان يعني اللي عنده نشاط وجدية وحياوية في هذه الحياة بيجتهد الانسان في هذه الحياة بيستمر يطلب يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعينه بس خلي بالك الطلب يكون في المشروع في امر المشروع في الرزق الحلال وفي المطعم الحلال وفي المشرب الحلال وليس في الامر الحرام يبقى ربنا جعلنا في هذه الحياة زي ما قلت لك ربنا سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الحياة درجات عشان كده فالإنسان يحافظ الإنسان يكتهد الإنسان يصبر لابد أنك تصبر في هذه الحياة لابد أنك تصبر في هذه الحياة عارف ليه؟ لأن هذه الحياة فيها متاعب كثيرة ولن تستطيع أن تقوم بإحصائم في هذه الحياة وبعد الفاصل نواصل مع نبض الحياة واصل ونواصل فنتظرون